وفي صحيفة العرب أيضاً إلغاء المناورات لا ينهي القلق الأمريكي من اندفاع الجزائر نحو روسيا تعكس زيارة منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكورك إلى الجزائر بعد نحو أسبوع من إعلان إلغاء منورات مع روسيا على الحدود المغربية أن القلق الأمريكي من اندفاع الجزائر نحو موسكو لم ينتهي واتات زيارة المسؤول الأمريكي قبل أسابيع من زيارة سيجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون إلى روسيا حيث من المتوقع أن يعقد صفقة لشراء الأسلحة خاصة بعد الإعلان عن مضاعفة ميزانية الجيش الجزائري إلى 20 مليار دولار وفي حين اكتفت تصريحات ماكورك بالحديث عن الرغبة في تطوير التعاون بين البلدين يرجح المراقبون أن يكون قد حذر أيضا السلطات الجزائرية من عقد صفقات تسليحا مع روسيا التي ينظر إليها كأنها دعم إلى روسيا في حربها في أوكرانيا قال بريت ماكورك عقب لقائه تابون بقصر المرادية إن بلاده تريد تعاونا قويا مع الجزائر وإننا نطمح أكثر للعمل سويا لأن الشراكة بين بلدين قوية جدا تحدثنا عن الأوضاع في أوروبا وشمال أفريقيا ونعمل قدما من أجل توطيد هذه الشراكة في المنطقة إذ لاحظنا تطورات كبيرة في هذه العلاقات